اثناء اقامته في العاصمة المجرية بودابيست زار الرئيس الجمهورية رأس الدولة محمد دريس دي بيتنو مزرعة انتاج الالبان والاعلاف التي تقى على بعد 40 كم من العاصمة بودابيست في منطقة داباش التي تقى في المهر الجنوبي للعاصمة وكان في استقبال رئيس الجمهورية والوفد المرافق له لدى وصوله للمزرعة الرئيس المدير الآم لشركة المزرعة السيد كوليك سلطان ووزير الزراعة المجري استيفان ناجي وفي هذه المزرعة يعمل مهندس شادي منذ خمس سنوات مع زملائه المجريين حيث يستمع رئيس الجمهورية خلال الزيارة الى شرح موجز من قبل المدير الآم للشركة عن طبيعة عمل المزرعة واقسامها وتتمتع مزرعة فيتافورت بخبرة 40 سنة في إنتاج الألبان تجدر الإشارة إلى أن مزرعة إنتاج الألبان فيتافورت تصل فيها الطاقة الإجمالية للإنتاج الهيواني إلى ألف رأس من البقر وأن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أجوة وأفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم حيث يتم إنتاج ما بين 35 ألف إلى 40 ألف لتر حليب يوميا وما يقارب 20 مليون لتر حليب في السنة وعرب المدير العام المجري أن رغبته في إنشاء مزرعة متشابهة في تشاد متخصصة لإنتاج حليب الأبقار والإبل ستضم المزرعة ألف قمسمية ناقة أن تحقق إنتاجية يومية من حليب الجمال المجفف تصل إلى 35 ألف يورو وفقا لخبراء فيتافورت ورحب رئيس الجمهورية بهذه المبادرة مؤكدا أنها ستجد كل الدم لكي تساعد في توفير احتياجات الشاب الشادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر